مساء الخير الدولار يبقى العنوان الساخن الذي يسري في التفاصيل اللبنانية كالنار في الهشيم وكل ما عداه عنوين متفرعة عنه فالعملة الخضراء تشق طريقها نحو المائة ألف ليرة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء ثمانين ألفا اليوم جنون الدولار يجرف معه كل شيء ولسيما لجهة أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية والغذائية وعلى نية معالجة الوضع النقدي عقد اجتماع في السرعي الحكومي كما عقد اجتماع آخر على نية المحروقات أعلن بعده عن إمكان إصدار أكثر من جدولي أسعار يوميا واعتماد منصة خاصة للبنزين الانهيارات الاقتصادية والمالية والمعيشية دفعت المواطنين إلى التعبير عن وجعهم قطعا للطرقات في عدد من المناطق فيما كان مودعون يهاجمون بعض المصارف وفي الحديث عن المصارف برزت تسريبات أحدى القنوات العربية عن عقوبات أمريكية ستفرض على حاكم مصر في لبنان رياض سليمي ما زاد في الانعكاسات السلبية على السوق المالية في لبنان قبل أن يدعو مصدر دبلوماسي أمريكي لعدم إعطاء مثل هذه الشائعات أهمية وإلى الهزات المالية والمعيشية ثمت هزات أرضية متواصلة وجديدها واحدة وقعت بعد ظهر اليوم عند الحدود السورية الأردنية وعلى الساحل السوري وقد شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية بما فيها بيروت أما الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من هذا الشهر فربما يحمل وزير الخارجي السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما في حال تمت استنادا إلى العديد من التقارير الصحفية ترجمة نانسي قنقر